يوم واحد وعشرين سبعة اللي فات اتكلمنا عن توقعات الفايدة في اجتماع المركز القادم يوم تمنتاشر اغسطس ان شاء الله تعلمين ان نعرف ايا اخر التوقعات بعد التطورات والاحداث الاخيرة اللي حصل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة دي من حلقة المصرف البداية بس حابب اتكلم حضراتكم عن التحذير اللي حضراتكم لسه شايفينه للاسف في بعض محاولات النصب والاحتيال بتحصل عن طريق ان هما بيردوا على حضراتكم في التعليقات سواء بان هو ان يطلب رقم للتواصل او يقول لحضراتك ابعت رقم حسابك او رقم التليفون وبناء عليك تبتدي عملية النصب والاحتيال باستغلال اه اسماء مشابهة الاسماء القناة زي ما حضراتكم شفته في الفوست اللي انا نزلتم بارح او ان هما بياخدوا الصورة الشخصية اللي موجودة على القناة وفي نفس الوقت بيستخدموا اي اسم تاني او رقم واتساب لو حضراتكم تلاحظوا ان رقم الواتساب اللي موجود ده رقم في ابرس اساسا مش رقم مصري فبرضو انا بحضر حضراتكم انا تعاملاتي وتوصلي والرد على الاستفسارات والاسئلة بتاعت حضراتكم بيبقى بيتم عن طريق التعليقات برد على نفس التعليق اللي حضرتك بتبعته على الحلقة او عن طريق المسنجر الرسمي لصفحة الفيسبوك الرسمية بتاعة القناة ما بطلبش من حد من حضراتكم اي بنات شخصية ولا اي معلومات بنكية ولا ارقام تليفونات ولا غيره فاي حد يحاول ان هو يطلب من حضراتكم حاجة زي كده اعرفه على طول انها محاولة للنصب والاحتيال وتوقف التعامل مع الشخص ده فورا انا برد على زي ما قلت حضراتكم على التعليقات من نفس التعليق او عن طريق المسنجر لو في حاجة حضرتك مش عايز تتكلم فيها امام الجميع في التعليقات ندخل بقى في موضوع النهاردة واول نقطة هنبتدي نتكلم عنها هو الاقتصاد الامريكي والتطورات اللي بتحصل فيه اخيرا وبعد اعلان ان معادلات التضخم ابتدت تطباطق شوية ووصلت لتمانية ونص في المية بعد ما كانت وصلت لتسع واحد من عشرة في المية في حين ان الاحتياط الفيدرالي الامريكي في اخر اجتماع له رفع معادلات الفايدة بخمسة وسبعين نقطة اساس او صفر خمسة وسبعين في المية وبعد صدور البيانات الاخيرة بيتراجع بسيط في معادلات التضخم مع بيانات التوظيف القوية اللي حصلت بفوق التوقعات بالنسبة لهم في توقعات ان الاحتياط الفيدرالي يفضل مكمل بنفس السياسة التشددية بتاعته ويرفع ما بين خمسين نقطة اساس وخمسة وسبعين نقطة اساسي يعني ما بين نص في المية وتلاتة اربعة في المية. بس الارجح دلوقتي والتوقعات كلها رايحة نحية النص في المية. لان هم مش عايزين يدخلوا الاقتصاد الامريكي في برحلة طباطق اكتر من اللي حصلها في الوقت الحالي. وانا فيهم التام لدخول الاقتصاد الامريكي في حالة ركوب. نيجي نتكلم بعد كده على معدلات التضخم عندنا هنا في مصر اللي حصل فيها انخفاض في شهر يونيو عن شهر مايو. شهر مايو كانت سجلة خمستاشر وتلاتة من عشرة في المية. سجلت في شهر يونيو اربعتاشر وسبعة من عشرة في المية. وفي شهر يوليو انبارح تم اعلان نتيجة انها سجلت اربعتاشر وستة من عشرة في المية. ده بالنسبة للتضخم في اجمالي عام الجمهوري. وبالنسبة لاجمال التضخم على اساس المدن حصل فيه ارتفاع في شهر يوليو عن شهر يونيو. كان مسجل في شهر يونيو تلاتتاشر واتنين من عشرة في المية. سجل تلاتتاشر وستة عشر في المية في شهر يوليو. نجي بعد كده نتكلم على معدل التضخم الاساسي وده اللي بيحسبه البنك المركزي. وبيبقى عبارة عن معدل التضخم العام بعد ما يتم استثناء منه السلع الشديدة التقلب والسلع المسعارة ادارية النسبقة. وسجل في شهر يونيو اربعتاشر وستة من عشر في المية وكده سجل ارتفاع. وبرضه في شهر يوليو ارتفع مرة اخرى وسجل خمستاشر وستة من عشر في المية. لو جينا بصينا احنا دلوقتي عندنا معدل العائد على الايداع لليلة الواحدة هو واحداشر وربع في المية. وعلى الاقراض لليلة الواحدة هو اتناشر وربع في المية. من رغم كل ده في بعض المحللين والخبراء بيتكلموا ان هما بيتوقعوا ان يحصل تثبيت في اسعار الفايدة في الاجتماع القادم يوم ١٨ اغسطس باذن الله. بناء على عوامل كتير واولها هو دلوقتي ان انت لما هترفع معدلات الفايدة انت بتضغط على الموازنة العامة وده هيدغط على المدفوعات الخارجية للدين الخاصة بمصر. وفي نفس الوقت انت في حصل خفض سعر الصرف بيحصل حاليا كل شوية بيقل. فبالتالي هو ممكن ينتظر قليلا لحد ما يشوف السعر الصرف هستقر فيه ويبتدي يرفع معدلات الفايدة ويغطي التضخم اللي هيحصل بسبب ده. الحاجة الاخيرة اللي بيرتكزوا عليها في التحليل بتاعهم هو ان معدلات العاد على قدود الخزانة ارتفعت فوق الستاشر في المية. نفس الوقت الجو الحالي او المناخ الحالي بالنسبة لاستثمارات الاجنابية المباشرة مش مشجع انها ترجع للاسواء النشأة مرة اخرى فبالتالي رفع الفايدة في الوقت الحالي مش هيعمل على جذب استثمارات اجنابية مباشرة حاليا. كل العوامل ده ده اللي رجع عليها بعض الخبراء في الناتبارك المركزي مش هيرفع معدلات الفايدة في الاجتماع القادم. بالمقابل في بعض الخبراء بيتكلموا انه هو دلوقتي محتاج ان هو يسد الفجوة او يقلل الفجوة ما بين وما بين معدلات الفايدة في امريكا بعد رفع الفيدرالي لخمسة وسبعين نقطة اساس في الاجتماع الاخير وفي نفس الوقت عشان يقلل معدلات التضخم احنا برضو بننكملين عن نفس التوقعات اللي كنا تكلمنا فيها قبل كده ان يتم رفع معدلات الفايدة ما بين نص وواحد في المية علشان انه في نفس الوقت انه هو يقدر يغطي التضخم ويكافحه وفي نفس الوقت ما يدغطش على الموازنة بشكل كبير ده اللي احنا بنتوقعه مع حضراتكم وهنشوف مع بعض النتيجة ايه في الاجتماع القادم ان شاء الله بنيجي نتكلم بقى على ايه المتوقع بالنسبة للشهادات الادخارة اللي موجودة في البنوك بعد ما بتنعاقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي والقرار اللي اتتخذوا ايا كان ايه هو القرار بتجتمع لجنة الاصول والخصوم في البنوك اللي هي السنوليابلتز كوميتز اللي هي لها لكم وبتحدد بناء على النتيجة بتاعة اجتماع لجنة السياسات النقدية هي هتعمل ايف معدلات الفايدة عندها سواء هترفعها او تخفضها او تثبتها بناء على نتيجة الاجتماع وبتحدد مناء على العوامل المختلفة اللي هي بتنظرها في الاجتماع بتاعها فمشرط ان هو مجرد البنك المركزي يرفع معدلات الفايدة ان بالتبعية يجب البنوك تروح رفعه ووراها على طول معدلات الفايدة وده حصل فعلا في الفترة اللي كان فيها شهادة التمنتاشر في المية لو حضركم لاحظتم ان في بعض البنوك اللي ما كانش عندها الشهادات التمنتاشر في المية مرفعتش الفايدة لان هي ما كانش فيه جدوى بالنسبة لها في النقطة دي وكان كله بيروح يعمل للشهادات التمنتاشر في المية. طيب بناء عليه احنا بعد ما بيتم اجتماع لاجنة السياسات النقدية بننتظر بنشوف كل بنك بيقرر ايه بالنسبة لمعدلات الفايدة بتاعك في بعض البنوك بتزود في بعض البنوك بتستمر زي ما هي من غير ما تتب من غير ما تغير اي حاجة في العاية بتاعها وهكذا. ده ملخص التوقعات بالنسبة للفترة القادمة بالنسبة لاجتماع لاجنة السياسية النهضية في البنك المركزي يوم تمنتاشر اغسطس بادن الله. والتوقعات بالنسبة لشهادات اللي هنتبعها مع حضراتكم بعد ما يتم عقد الاجتماع. ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي. يا رب كوني ارتفعتكم بالموضوع ده. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تكلكوا اشارات الحلقات الجديدة. ولو الحلقة عجبكو دوسوا لايك وتعملوا شير عشان الناس تستفيد. واشوفكم على خير. محمد.